موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي ملا قلوبكم نحن معاكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل علاقة محمد باليهود علاقة مليئة بالأسرار مواقف متقاربة من ناحية متبعدة من ناحية تانية تارى كلام جميل يقال عن اليهود وتارى أخرى يقال كلام من أسوأ ما يكون لكن الشيء الغريب والعجيب أن اليهود كانوا المصدر الأهم والأكبر لوحي محمد في حلقة سابقة شفنا كيف بداية الإسلام كانت يهودية بامتياز بنرجع من النهاردة ونكمل في سلسلتنا علاقة محمد باليهود الأسباب والأسرار وتعالوا مع بعض نشوف حلقتنا النهاردة اهتمام محمد باليهود والسذاجة في مخالفة مظهرهم أكيد سنكون في انتظار مشاركاتكم معنا بنرحب وحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك وحيد أهلا فدواء وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع اهتمام محمد باليهود اهتمام محمد باليهود هل هو فعلا مهتم بيهم ولا نحن مديني الموضوع أكبر من حجمه لا بلا شك في البداية كان مهتم بيهم حتى لما راح بعد 13 سنة للمدينة كان اهتمام مواضح جدا بيهم هو يعرف تماما دول أهل الكتاب وبالتالي كانت السقطات بالنسبة له كبيرة جدا في مرات كثيرة اعتقد ما يقولونه أو ما يمتحنونه به من أسئلة هي سليمة ودوحي وكان يحتاج إليهم في البداية وحتى إلى المسيحيين ولما رفضه اليهود والمسيحيون اتجه مرة أخرى رجع إلى أصله وهو المشركين إلى القريش فبالتالي طبعا يهتم بهم اهتمام كبير جدا وكان هناك حوارات وسجالات وكان تأثير اليهود على محمد واضح جدا حتى في كلامه وخطابه مع الصحابة وفي قرآنه تأثير اليهود تأثير واضح جدا لكل من يقرأ القرآن بحيادية يفهم جيدا تأثير اليهود على محمد نعم ده رأيي في الجزئية دي طيب في أمثلة نخدها ولا هندخل على موضوعنا على طول النهاردة لا الأمثلة كثيرة جدا خلينا أنا أذكر لك بعض الأمثلة يعني حتى يلفت محمد نظر اليهود إليه ذكرهم في قرآنه كم مرة مئات المرات بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة خلينا أذكر لك أمثلة مثلا على سبيل المثال تعبير بن إسرائيل ورد أكثر أو حوالي أربعين مرة في قرآنه تعبير أهل الكتاب ورد حوالي تلاتين مرة في قرآنه ذكر اسم اليهود بالاسم كده حوالي تمانية مرات لو مسكنا صورة من الصورة الطويلة زي صورة البقرة يشكل فيها الكلام عن اليهود حوالي تقريبا أربعين أو أكثر من أربعين في المئة حتى البقرة بتاعت اليهود ببا حتى البقرة حتى اسمها نعم البقرة كانت شيء خاص باليهود صحيح ماذا عن صورة بني إسرائيل التي تم استبدالها بالإسراء وتحط نص الإسراء في أول الصورة بعد كده عن بني إسرائيل ماذا عن صورة آل عمران ماذا عن صورة مريم ماذا عن صورة يونس ماذا عن صورة يوسف ماذا عن صورة نوح ماذا عن صورة إبراهيم صورة الأنبياء ما هو الأنبياء بتوع بني إسرائيل ماذا عن صورة المائدة هذه كلها صور أنت لو مسكتها تلاقي الزخم في الحديث عن بني إسرائيل واليهود والأنبياء كثير حتى الأسماء ماذا من بداية آدم هو كان يعرف آدم من فين غير من أهل الكتاب إسحاق يعقوب الأصباط موسى فرعون هارون اليسع اليسع يحيى يحيى داود سليمان زكريا عيسى ابن مريم إذا أنا بتكلم دلوقت يعني بالطريقة دي هو سلاسة أربع القرآن مصادر يهودية ومسيحية نعم كل هذه الأسماء وكل هذه الصور خليني ألفت النظر لشيء آخر مثلا النصوص القرآنية التي تكلمت عن موسى تفوق تماما النصوص التي تكلمت عن أي نبي آخر يعني أضعاف المرات موسى ذكر اسمه كم مرة يعني ربما أكون مخطئ لكن حوالي أو أكثر من 130 مرة في القرآن موسى يذكر في القرآن وموسى من هو موسى بالنسبة لليهود نعم أكيد إبراهيم اللي رسول الإسلام بيقول أنه جاي على دينه جاي على على نهجه وملة ذكر حوالي 60 مرة بالمقارنة مع موسى طب ده إنت إبراهيم ده مفروض يكون تركيزك على إبراهيم صحيح صحيح طيب إسماعيل اللي هو يعتبر جد محمد حسب ادعاءهم نعم لأن هذا يعني لا يستطيع أحد أن يثبتوا حتى النسابون النسابين وقفوا إلى أعتقد عدنان وقال إلى هنا وقف النسابون نعم اللي بينسبوا النسب بتاع محمد ذكر كم مرة إسماعيل في القرآن حوالي 12 مرة تقريبا وده جد محمد ومن الاثناشر مرة دول مرة واحدة فقط ذكر كشخصية مستقلة في حين أنه كل المرات الحداشر مرة التي ذكر فيها إسماعيل هو ضمن أسماء يعني أليسع وفلان وفلان وإسماعيل كل دول أنبياء طيب يعني مجرد اسم وأطلق عليه نبي من الأنبياء يعني إسماعيل مجرد اسم بين الأسماء ليس زي موسى اللي أخذ يعني مساحة كبيرة وتكلم عن ولادته وتكلم عن نشأته وتكلم عن القصص الكثيرة قتله للمصري والضربات إلى آخره مش بيقولوا لنا أنه إسماعيل هو ده جد الرسول مش بيقولوا لنا أنه إسماعيل ده نبي والمفروض أنه جد سيد المرسلين نعم فين الكلام عن إسماعيل ليه القرآن شحيح في كلامه عن إسماعيل ورسالته مع أنه الكلام كثير عن بني إسرائيل وجنسهم ونسبهم أنا أعتقد لأمرين أساسيين جدا الكلام شحيح عن إسماعيل الأمر الأول أنه مصدر محمد هو اليهود المصدر خلينا أقول الأهم نعم مصدر الأهم هو اليهود كتابهم المقدس إما حكاية اليهود إما كتابهم المقدس اللي هو التوراة وحكاية اليهود هي خرافاته اللي احنا تكلمنا عنها مرات كثيرة صحيح دول مصدرين أساسيين لرسول الإسلام المصدرين دول الأساسيين وده إثبات للأحباء المسلمين أن مصادر مهمة كانت لرسول الإسلام التوراة وحكاية اليهود طبعا حكاية اليهود مأخودها من التوراة أحيانا صحيحة وأحيانا هم بيضيفوا عليها وأحيانا بيمتحنوا فيها محمد بأسئلة غير صحيحة الدليل إنه هو ماخذ من هنا أن المصدر شحيح في الكلام عن إسماعيل يعني لما ترجع للتوراة بكلام بسيط جدا عن إسماعيل ما فيش كلام كتير عن إسماعيل زي مثلا إسحاق زي مثلا يعقوب نعم فبالتالي هذا المصدر شحيح بالنسبة لمحمد والكلام بتاع اليهود عن إسماعيل يكاد يكون مفقود دمد لا ينتمي لهم أصلا هم جدهم الأساسي إبراهيم إسحاق يعقوب نعم فهيتكلموا عن إسماعيل ليه فإذا حتى حكاية اليهود شحيحة في الكلام عن إسماعيل فجاء القرآن شحيح عن إسماعيل نعم ده مفروض دليل يفكر فيه المسلم هذا الجد المدعى أنه جد رسول الإسلام الأمر الثاني أنه محمد عوزيل في طبعا انتباه اليهود وأنا كمان نبي زيكم وزي أنبياءكم ونجاي بوحي فاهتم بأنبياء بن إسرائيل وعلى رأسهم موسى لأنه يعرف تماما أن موسى هو شخص مهم جدا بالنسبة لبن إسرائيل مفروض أكثر نصوص القرآن تكون عن إبراهيم اللي انت جاي على ملته وعن جدك إسماعيل إذا كان جدك بالجسد وليس عن موسى وإلا يكون مجرد تكرار للكلام الموجود في القرآن نعم يعني دائما الأحباء المسلمين بيقولوا عن الكتاب ده ده الكتاب المقدس المحرف أو طلع الكتاب الأساسي أنا أقول للأحباء المسلمين أنا عندي نسخة مزورة للكتاب ده ده الكتاب المقدس ده الوحي المقدس النسخة المزورة لهذا الكتاب هو القرآن النسخة المحرفة النسخة اللي كان عاوز رسول الإسلام يعني يحطها بالقالب اللي يتناسب معه ولم ينجح بكل تأكيد عشان كده محمد ليس فقط كان متأثرا بهم ويأخذ منهم وإنما كان يسعى إليهم ويسعى لرضاهم قبل أن يبطش بهم طبعا لما رفضوا خلاص بطش بهم وشردوا من جزيرة العرب ومن هنا كان التناقض في موضوعنا النهاردة في رسول الإسلام بين مشابهة ومخالفة اليهود هذا كان موضوع يعني عام عن سؤالك هل كان فيه تأثير تأثير رهيب لليهود على رسول الإسلام ورسالته وقرآنه طيب الجزء الثاني في عنوان الحلقة عن السزاج أي المقصود بالسزاج في مخالفة اليهود يعني محمد انطقى أشياء لا قيمة لها في الدين يقول له مثلا دول بلونوا شعرهم أنتوا ما تلونوش شعركم أو ما بلونوش أنتوا لونوا شعركم اللي هو اللحى والشارب والكلام ده ما قيمة هذا الكلام في دين أنت جاي تعلم الناس يزبغوا شعرهم ويزبغوا لحاهم ولا جاي تعلمهم طريق إلى الله الفكرة الأساسية هذه هذه السزاجة كانت وما زالت في أحاديث رسول الإسلام وفي اتباع المسلمين لهذا الكلام خالفوا يخالفوا طيب افترض اللي أنت حتخالفوا ده هو الصح ودي مشكلة كبيرة يعني حنشوفها في حلقتنا النهاردة يعني أو جزء منها أو البعض طيب إذا كان اللي أنت بتقولهم خالفوا اليهود في الموضوع ده وهو ده الصح أنت جاي بس تخالف ما عندك شغلانة تاني يعني إذن حينما قلنا قبل ذلك أن عيون محمد كانت مركزة على أهل الكذاب جاي بس للناس دول خصيصا ويمكن حلقة النهاردة تكشف بعض الأمور في هذا الأمر طيب خلينا لو تحب نبدأ أنا عاوز أبدأ بعد إذنك بفيديو رقم واحد في نسمع بعض الكلام من شيخ معروف بالنسبة للأحباء المسلمين هو الشيخ المنجد وبعد كده نرجع مرة أخرى خليكم معنا الشرع يريدنا أن نكون مسلمين حقا ويريد الشرع منا أن نكون شخصيات متميزة بالإسلام طبعا الشخصية المتميزة بالإسلام لابد أن لا تشابه غير المسلمين لأن الشخصية شخصية المسلم إذا صارت ملطخة بالتشبهات بأديان الكفار ما عادت شخصية إسلامية نقية صافية طيب لاحظت الشيخ بيضع كلمة أديان الآخر طيب أنت دلوقتي دا ما الدين يعني أنا أنا مثلا فأفهم أنه ما فيش مسلم يلبس صليب لأنه ليلا بالصليب وإنت مسلم هذا تشبه مرفوض دي أفهمه ما قيمة أنك أنت بتقول له مثلا هذا الجلباب جلباب يهودي لا تلبسه هذا هذا الملبس هو ملبس لا يخص المسلمين فلا تتشبه بهم ما قيمة هذا الكلام وهذا والتناقض اللي بيسقط فيه مرات عديدة جدا فأنا عاوز تعليق على هذا الكلام كمدخل للحلقة عاوز أخذ هذا العنوان رسول الإسلام يناقض نفسه في مخالفة اليهود ومشابهتهم حأخذ أولا هذا الحديث رواه أبو إمام الباهلي وحدث بي الألباني في السلسلة الصحيحة وهو إسناد حسن يقول رسول الإسلام وَفْهِرُوا عَثَانِينَكُمْ وَقَصِّرُوا سَبَالَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ طبعا الناس بيسألوا إيه العثنين وإيه السبال ممكن يكونوا مسلمين برضو ما عارفين فأنا رجعت علشان ما أكون بقول أي كلام يعني رجعت إلى قواميس اللغة هم ما عارفين دا يعني بحاول يفهموا الكلام دا حتى القواميس يعني مثلا قاموس المحيط يقول وَالْعُنْثُوسِ اللِّحِيَةِ وَالْعَثْنُونِ اللِّحِيَةِ أو ما فضل منها بعد العارضين دول العارضين أو ما نبت على الذق وتحت سفلا أو هو طولها طب هي إيه بالظهر العثنون هو إيه لما يجيوا يقول لهم في الحديث هنا وَفِّرُواْ عَثَانِينَكُمْ والفكرة إيه؟ خالفوا أهل الكتاب نعم طب إيه مشكلتك أنه حتى في اللحية أعملت لحيتك تكون مختلفة عن لحية الأهل الكتاب ليه في إيه؟ ده شيء طبيعي في الإنسان ممكن واحد غزير الشعر تكون لحيته طويلة واحد ما عندوش غزارة في الشعر لحيته تكاد تكون غير موجودة هل هذا الدين؟ نعم هل هذه مشابهة أو مخالفة؟ هذا الإله الغريب يعني قاعد مصلت عيونه أنتم شابهتهم ولا لا؟ ولا هذه السزاجة في تقديم العقيدة هذه السزاجة حينما ذهبت إلى لسان العرب وسبلة الرجل الدائرة التي في وسط الشفة العليا الدائرة التي في وسط الشفة العليا وقيل السبلة ما على الشارب من الشعر وقيل طرفه وقيل هو مجتمع الشاربين يعني حتى دي هم مش عارفينها أو يعني يوفروا عثانينكم وقصروا سبالكم في النهاية هو شعر ما موجود بين اللحية والشارب يعني ده الخلاصة فما قيمة هذا الكلام تبتسألين عن السزاجة ما قيمة هذا الكلام هل دا دين؟ لما يأتي الشيخ المنجد الآن ويقول ملطخة بأديان الآخرين طيب هل دا دين؟ إنك أنت تشوف أهل الكتاب بعملوا إيه في لحاهم فتخالفهم نعم مش هطول في الجزئية دي أذهب إلى حديث آخر لأبو أمام أيضا الباهلي وحدث به الألبان في جلباب المرأة وخلاصة حسن رجال كله مثقات غير القاسم وهو حسن الحديث ماذا قال؟ خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار ده المسلمين نعم بيضون لحاهم دقونهم بيضاء نعم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب هم بتسأليني سازاجة نعم ما قيمة هذا الفعل في عبادة هؤلاء الأنصار لله نعم شفتي أهل الكتاب أرعبوه أرعبوا رسول الإسلام وكان يخشى أن يتأثر أدبعه بأهل الكتاب فكمان هم يسيبوه فكان بحاول يفصل تماما نعم فصل فيه نوع من الكراهية الإسلام في نظري يساوي بامتياز تعلم الكراهية الإسلام يساوي بامتياز تعلم الكراهية كيف تكره الآخر لا تشابه لا تقولوش كمان ازيك لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام طب وانت يعني أي تعامل بين البشر لما انت حتى السلام بتمنعهم منه كويس فهنا حمروا اللون الأحمر وصفروا وخالفوا أهل الكتاب دول بيتكلم معه مسلمين فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب يعني المسلمين ما كانش عنديهم سروال أنا آسف أندروير ما كانش بالبسو يتعلموا من اليهود تحضروا تحضروا وتعلموا من اليهود كيف يقول لهم سراويذ هذا كلام مش كلامي أنا هذا كلامكم أنتو وطبعا دي حقيقة معروفة إن العرب ما كانوا يتسرولون في القديم إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله تسرولوا وأتزروا يعني حتخالفوا في إيه في الإتزار وخالفوا أهل الكتاب دي مشكلتك تخالف أهل الكتاب يعني أنت مشكلتك في حاجة معينة تخالف أهل الكتاب هل دا دين يا شيخ المنجد ولدي سزاجة دا ما له علاقة بالدين ثم فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون بالنسبة للأحزية القدم قال فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب يعني دا غريب جدا ودا دين اسمه دين طيب افترض أنت بتخالف أهل الكتاب في شيء هما في صح ودالي حلقة قائمة بذاتها بالمناسبة كيف نادى رسول الإسلام أكثر من حلقة أن يخالفوا أهل الكتاب في أشياء صحيحة مئة في المئة بشهادة محمد والقرآن والإسلام التناقض ثم قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب يبقى إذا في مشكلة مع هذا الرجل نعم ما قال لهم خالفوا المشركين ولا الوسنيين خالفوا بتعربنا دول نعم أتباع هذا الإله الحقيقي خالفوهم في كل شيء إحنا ناس جايين من المشركين ومن الوسن وعندنا الكعبة بتاعتنا وهم رفضوا الكعبة خلونا في مخالفتهم والتخلق الجديد اللي أنا أعلمه لكم بس أنتم هاتب جزيون حديث آخر مهم رواه أنس بن مالك حدث به الهيثني في مجمع الزوائد وخلاصة حسن كنا يوما عند النبي فدخلت عليه اليهود فرآها بيض اللحة لحاهم لون أبيض فقال ما لكم لا تغيرون فقيل إنهم يكرهون فقال النبي لكنكم غيروا وإياكم والسواد أوكم تبقوا زيهم أنتم غيروا لحاكم اعملوا أي لون تاني صفروا حمروا بس السواد لا مع أن السواد ده لون الطبيعي للإنسان وأنا لا أعرف مشكلة الرسول مع اللون الأسود الكلب الأسود اقتلوا الكلب الأسود وجال بنجس الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود وهنا حمروا وصفروا إلى اللون الأسود سواد خلوه حديث آخر لأنس بن مالك حدث به الألباني في السلسلة الصحيحة وإسناده صحيح دخلت يهود على رسول الله فسأل عنهم فقالوا يهود يا رسول الله وهم لا يصبغون الشعر فقال غيروا سيم اليهود ولا تغيروا بسواد أعملوا أي لون تاني بس الأسود لا خليكم بعيد من الأسود فدي سؤال بيطرح نفسه هنا يعني التعليق على كل ما قرأناه الآن هل هذا دين يبقى أنتم مشكلتكم يا شيخ المنجد ليس التلطخ كما ذكرت أنت التلطخ بأديان الآخرين هذا في المظهر العام في الشكل العام عليك أن تخالف أهل الكتاب وأنا أقول هنا لأهل الكتاب تخيلوا مدى عقلية المسلم حينما يتعلم هذا الكلام ويحاول أن يعيشوا مشاعر ناحيتك بتكون إيه صحيح كيف سيتعامل معك فهم يشابهوك في كل شيء لكن في أشياء معينة هم انتقائيون يعني يعني طيب أهل الكتاب ده أنت بتشابههم في أمور كثيرة جدا عملوها لأنفسهم وأنا مش عايز أسبقها هتجي في وقتها طي مشكلتك إيه إنك بتشابههم هنا بس هنا لا هو الرسول كان عنده فرشة أسنان ومعجون ولا كان عنده مسواك كم مليون مسلم حول العالم هو بيستعمل فرشات الأسنان ويشابه الكفار ما تشابهوا رسولكم خليكم مع الرسول بتاعكم مسواك ليه بتقلدوا أهل الكتاب هل هذا الدين هي مشكلة الإسلام أنا يعني في جهازي جزئية تحديدا ألخصها لكم أن المسلم ابتكر شيء اسمه سنة النبي سنة كان بينام على جنبه اليمين كان بيستوك كان طريقة اغتصاله إزاي سنة بيأكل إزاي بيشرب إزاي فبالتالي أصبح هاجس المسلم شيء اسمه السنة لا أخليك زي النبي اعمل كذا تخيلي مع أننا إيماننا في المسيح أنه الله المتجسد في الطبيعة البشرية الذي جاء وأعطانا حياة جديدة لم يهتم مسيح واحد عبر هذا التاريخ الطويل كيف كان يشرب كيف كان يأكل كيف كان يغتسل هذه أمور سازجة تعلمها الأم لابنها لا تحتاج إلى رسول ولا إلى وحي وأمم ليس لديها وحي ولا رسول وتسبق الأمم في النظافة وفي الطهارة وفي أمور كثيرة جدا هذه مشكلة المسلم السنة فإذن من خلال هذا الأمر السنة طبعا السنة يعرف المسلم كوي السنة فعلية فعالها الرسول سنة قولية قالها الرسول سنة تقريرية رأى أشياء وتركها فأقرها فيعمل بها أيضا نعم فإذن هنا عودة إلى جزئية الأولى التي سألتين فيها أين السزاجة أنا أقول إن لم تكن هذه السزاجة فما هي السزاجة لما تقول ده دين نعم لا أنت تعمل روضة حضانة كذا للأطفال تقولهم تعالوا أعلمكم بعض الأشياء كيف إزاي تغتسل إزاي أنت تستحم إزاي تكون إنسان أثنانك نظيفة روضة أطفال إنما دين أعتقد أنه دين يحتاج إلى هذا الأمر يعني نعم فدي كانت الجزئية الأولى اللي حبيت أنا أشير لي هل تسمح لي أخذ مكالمة واحدة وبعدين نكمل نأخذ إدوارد من أمريكا أهلا بحفظ أهلا بيك يا خايد ورد تفضل أول شي أنا بحديك آية جميلة جدا اللي هي زيتونة خضراء دعا رب اسمك أشكرك ربي بارك وتكررك نسك الآية دي برضو في المزمور اللي احنا بنسميه مزمور البابا شنودة اللي بيبتده لماذا تفتخر في الشر أيها الكفار وبينتهي أما أنا بزيتونة خضراء في بيت الرب إلهي المدخل بتاعك أنا بختلف مع حضرتك كيفية موضوع اسماعيل لا شك إن اسماعيل هو جد العرب الأول لا شك طبعا السادة المقدس هو المرجع الرئيسي ليه ليه ولحضرتك مه لما الله تأخر على إبراهيم في إسحاء فقال له لا تسمعيل يعيشه أمامك مه فالله رد عليه وقال له وهذا أيضا أنا سمعت لك فيه نسمع الفزء ده التاني ونركز شي بعد يزرح حضرتك مه ولكنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد وياده كل واحد عليه نعم وهيطلع من نسله أم أمره وملوك وقال أسمائهم ودي تنطبق على العرب وبعد كده لو إحنا سبنا دي وجينا دا الوضع الحالي وقرينا التاريخ في الماضي والحاضر نعرف أن هذه النبوة تتمت بالكامل وصل العرب للهند والأسبانيا ودمروا حضرات وأدالوا ممالك وأمم وحاليا دلوقتي أمة مقهورة منبوزة مطروها في العالم كله وتبصر الواقع بتاع العرب حاليا دلوقتي مش محتاج لأي تفسير حب الآية دي وقدام الصورتين دولة يديلك حضرتك ولا يمكن تسقط نبوءة من كلام الكتاب المقدس الشيء الثاني اللي بأكد بي كلامي طبفين أولاده دلوقتي هم الممالك العربية اللي قال عليها أنا شرمالك تمام شكرا شكرا على محبتك وأرجو ترد علي فيها أنا أرد عليك على طول دلوقتي حاليا أشكرك شكرا عليك يا فإدورد في حلقات سابقة كنت عرضت لهذا الأمر هل العرب ينتمون إلى بعض القبائل من نسل إسماعيل نعم بلا شك لكن أنا كلامي هنا محمد بذاته كاسم شخص لم يستطع حتى المسلمون أن يقولوا نعم أنه ينتمي إلى إسماعيل وقف النسابون إلى عدنان وقال إلى هنا وقف النسابون وما بعد ذلك ومجرد اجتهاد لكن أنا عايز أقول لك أسماء أخرى شكلت القبائل العربية وده أمر هام جدا أنك ترجع له في الكتاب المقدس في سفر التكوين خمسة وعشرين خمسة وعشرين الزوجة الثالثة لإبراهيم وهي قطورة ولدت ست أولاد كلهم نزحوا إلى شبه جزيرة العرب إلى الجنوب بينما إسماعيل حينما تقرأ أين سكن إسماعيل في جزيرة سيناء لم يقل الوحي المقدس أن إسماعيل ذهب إلى جزيرة العرب فأخذته هاجر أمه وسكنت به في برية فاران طبيعي هي مصرية لازم تروح لبلد مصر إنما أبناء إبراهيم المسكورين في سفر التكوين خمسة وعشرين ست أولاد منهم أسماء إلى هذه اللحظة قحطان يقطان قريبة جدا من الأسماء التي كانت تشكل هذه السلسلة من النسب فده تعليقي على موضوع حضرتك بشكرك لكن أنا متكلم عن محمد كشخص في ذاته طيب خلينا نكمل طيب نكمل بالنسبة إلى الجزء آخر يعني إحنا دلوقتي مسكنا اللحة والزقن يعني والشارب نعم أنا شوف تسريحة الشعر وعندي فيها كلام كتير بصراحة حتى التسريحة حتى التسريحة بتاعت الشعر يعني لم تسلم يعني وفيها تناقض صارخ هذه التسريحة حتى من شيوخ اليوم ويمكن يعني بعض الأسئلة الحاسبة يتفاجع بها بعض المسلمين الأحباء يعني أنه واضح جدا أنه هناك في خلل خلل واضح جدا خليني أذكر لك صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي طيب صفة النبي أن رسول الله كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم الرسول يسدل شعره يجبه قدام عفوا والمشركون يفرقون يعملوا فرق في النص كده كويس؟ ثم يقول فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب شوفتي كان يحب نعم ما ذكرش هنا يعني يقلتهم يعني مش بس يقلت خلي بالك كلمة يحب من القلب محبة مودة دي اللي جناقة قرآنه بعد كده المودة دي ممنوعة الأهل الكتاب والمحبة ممنوعة الأهل الكتاب لكن مش مشكلة خلينا في التسريحة بتاعة الشعر فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم يعني شعرهم بيجبوه قدام كده وكان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله رأسهم يعني فرق رجع مشرك رجع للمشركين أو رجع للمشركين رجع لأصله طي رجع للأصل بتاعه وإحنا زعلاني اللي ده أصل هو أصلا من الناس ذو يعني أهل الكتاب بيسدلوا شعورهم جرسوا قال واو إيه ده ده تسريحة حلوة خليني أعمل زي أهل الكتاب يمكن يكون وحي وأنا مش عارف يمكن يكون طريقة عبادة دول أهل الكتاب دول ما بيعملوش حاجة غلط خليني أسرع زيهم لسان حال محمد يعني طبعا لسان حال محمد نعم فخليني أعمل زيهم يمكن يقولوا الراجل ده زينا يمكن يبصولي يمكن يقولوا نتبعوا كل دي مجرد محاولات يسدل شعره هل ده دين هل إحنا مثلا هنشوف ده دين يعني جاء المسيح قال لنا بصوا سرحوا شعاركم كده في صحيح مسلم في كتاب الفضائل عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله ناصيته ثم فرق عمل زي أهل الكتاب أنا رحت علشان ما أكونش بفسر من عندي لازم أفهم الحديث من أربابه نعم من أصحابه فرحت إلى ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري علشان أفهم الكلام ده مع أنه مفهوم بس لازم أوثقه بقى نعم في كتاب المناقب في باب صفة النبي يسدل شعره أن يترك شعر ناصيته على جبهته يعني الرسول بقصة الرسول عامل كده شعره قدام قصة هل ده كلامي أنا ده كلامي النووي نشوف النووي ما الذي قاله قال النووي قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه قلقصة قبل ما كمل ده الوقت لو فيه شاب مسلم عامل قصة وشافه الشيخ من الشيوخ مش هيقوله إيه ده أكيد أتتشبه بالنساء إيه اللي انت عامله ده صح في حد يعمل قصة طيب كان الرسول بقصة فيه وحي جاقل وما تعملش قصة ولا هو حبي خالف أهل الكتاب مخالف أهل الكتاب فأنا النهاردة لما أشوف بعض الشباب بيسرح شعره شباب مسلمين شباب عايزين بيعيشوا وقتهم يعني نعم وبيعمل شعره بطريقة ما وبتاع تلاقي الشيوخ استنفروا وهذه مشابهة للكفار إزاي أن تتسرح التسريحة دي دي بتاعت مايكل جاكسون ده كافر طيب الرسول كان عنده قصة واحد مسلم عايزي شابه الرسول في البداية وكان رسول هنا ما كان ويعني الكلام ده إحنا بنتكلموا ده في المدينة شابهة للكتاب وما تشابه تقوله بعدين نعم طيب وبعد كده يقول إيه يعني الرسول كان عنده قصة شامعي يا مسلم لازم تواجهي الشيخ بالكلام ده الرسول كان بقصة ثم فرق بعد أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته إني خلص خلّى الجبهة كده نقية وخلّى إيه على الجانبين أنا رحت عشان أشوف برضو التفسير فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب اللباس في باب الفرق فرق 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 شعر الرأس وهو قسمته في المفرق في النص وهو وسط الرأس والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دائرة وسط الرأس يعني ده بالنسبة إلى الفتح الباري بيورينا حتى الفرق يعني والرسول كان بيعمل عايز أكمل الحديث هنا إحنا وقفنا في كلام النووي ثم فرق نرجع بعد كده وكان يحب موافقة أهل الكتاب أي حيث كان عباد الأوثان كسيرين فعايز يشابه أهل الكتاب دول بتعربنا بس المشركين بيفرقوا طب رجعت للمشركين ليه بالضبط لما المشركين وسنيين رجعت لهم ليه في إجابة على الكلام هذا محاولة إجابة من ابن حجر يقول في نفس الكتاب قول فيما لم يؤمر فيه بشيء أي فيما لم يخالف شرعه لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل ويا شرائع الرسل كانت حط قصة فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوسان فلما أسلم غالب عباد الأوسان أحب حينئذ مخالفة أهل الكتاب خليني أرجع لعباد الأوسان طيب هنا في سؤال مهم جدا قبل أن أكمل هذه النقطة عباد الأوسان بيفرقه خلي بالك يا مسلم ده كلم خطير صدقني بيفرقوا رؤوسهم وأهل الكتاب بيسدلوا رؤوسهم شعورهم بص شاف أهل الكتاب خليني زي أهل الكتاب طيب عشان ما يعني ما أشابه الوثنيين نعم عايز أشابه الناس بتعرف بنا طيب حلو خالص بعد كده الوثنيين دول دخلوا الإسلام فقال لك لا خليني أرجع أنا للوثنيين طيب هل الفرق ده وحي بالضبط كده برافو عليك هل الفرق ده كان وحي للوثنيين وأنت مشو أخذ بالك لما أنت رحت تشابه هالك الكتاب رجعت شابه المشركين اللي ما اختلفوش في إسلامهم عن وثنيتهم لسه بيفرقوا شعورهم يبقى زن الفرق من عدمه لا يس له علاقة بدين بدليل أن الوثنيين كانوا يفرقون شعورهم وهم وسنيين وانت كنت زيهم وشفت هل الكتاب ورجعت تعملتان زي الوثنيين إذا الوثنيين ما عندهم مش وحي صحيح فلماذا رجعت إلى الوثنيين صحيح يعني الفرق مش وحي فرق الشعر مش وحي مش وحي فأنت رجعت للوثنيين بفرق شعرهم الوثني يعني إذا اعتبرنا فرق الشعر وثني بالضبط طيب وهنا يكمل ويقول واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجي في شرعنا ما يخالفه أين جاء في شرعك ما يخالف صحيح ده أنت رجعت للوثنين ما فيش كان وحي وإلا كان فرق الشعر عند الوثنين وحي لهم هل واضحة الحتة دي؟ جدا واضحة جدا يعني رجل ليس له مبدأ ما عنده شيء ثابت عليه وجاء يعمل ده دين فرق الشعر دين ولون الشعر دين سؤالي بقى للأحباء المسلمين أين تشبهكم بالرسول يا مسلمين أين سنة نبيكم في فرق الشعر أتحدى مسلم واحد النهاردة بفرق شعره في العالم فينه؟ يا شيخ منجد بتفرق شعرك في النص لو جاشى بالنهاردة من الشباب المسلمين فارق شعره في النص وجاي بشعره كده زي الرسول بعد ما رجع بيجزي المشركين رأيكم إيه يا شيخ في الشاب المسلم ده ما الذي ستقولونه له يعني لا حيعجبكم القصة زي كما بيعمل أهل الكتاب ولن يعجبكم فرق الشعر على الجانبين وحتقولوا إيه هذا شكل الكفار وتشبه بالكفار مع أنه ده يعني فعل الرسول أين سنة نبيكم؟ عايز نشوف شيخ واحد واحد من شيوخ السلفية فارق شعره مش دول اللي بيقولوا إحنا السلف؟ طيب ده حتى اللي عنده شعر ما ممكن كلهم ما عندهم شعر ورونه شيخ يطلع لنا كده على التلفزيون فارق شعره على الجنبين يسألوا إيه ده يا شيخ؟ يقول لك ده سنة أنت سنة بس هوك ما بتعمل سنة في شعرك ليه؟ اعمل سنة كده ولا الزمن تغير والشكل بتاع الرجل أصبح يأخذ شكل آخر وطغى على إسلامكم وسنة نبيكم الشكل العام الموجود في العالم هو اللي طغى هو اللي أصبح ده الوضع الطبيعي إذن التمسك بشكل هو مجرد محاولة يعني عارفة لأسلمة حتى تسريحة الشعر تسريحة الشعر إسلامية والدقن إسلامي وكل شيء بقى عايزين يعملوه إسلامي حتى واحد بعتلي نكتة مرة بيقول لي جايبين بيض فراخ بيقولك على الطريقة الإسلامية البيض يعني حلال حلال بيض حلال يعني الفرخ أسلمت يعني معرفش هذا اللي كسرت وبالمسلمين اللي بعت يعني بيبعتوا للحاجات يعني لكسرت الأشياء اللي هي يعني ما أخذ صورة فيها شعارات جوفاء نعم ومش شيء حقيقي فإذن ما في واحد احنا شفناه دلوقتي من المسلمين ولا من الشيوخ عنده التمسك بسنة النبي في تسريحة الشعر لا قبل ما يخالف لا قبل ما يكون زي أهل الكتاب ولا بعد والتسريحتين مش هتعجب الشيوخ ولا هتعجب الناس اللي تمسكين بالدين مع أن التسريحتين سرحهم الرسول في شعره نعم زي القبلة في البداية مع اليهود عشان يلفت انتباههم بعدين لما ملقاش فائدة رجع برضه الأصل اللي هي قبلة مين المشركين اللي هي الكعبة ده الوحد ودليل أنه هذا الرجل ليس له اتجاه محدد وثابت نعم إذا كان محمد يحب موافقة اليهود ما الفائدة التي عادت على محمد من سدل شعره أو فرقه يعني أنت حبيت أنت تكون زيهم سدلت شعرك خالفتهم فرقت شعرك ما الفائدة الدينية هل ده دين ما الفائدة الروحية ما الفائدة الأخلاقية هل هناك مغزى روحي ولا هو مغزى نفسي ليس أكثر من ذلك ما هو التعليم اللي أنت هتديه لناسك اللي بيتبعوك في هذا الأمر عشان يرتقوا روحيا لماذا كان رسول الإسلام مهتم بهذه الأمور الخارجية الشكلية فين القلب فين الضمير بقى وأنا كنت عاوز أواصل لو ما عندك خلينا نأخذ مداخل ونرجع نكمل خلينا نأخذ يوسف من أمريكا مرحبا أخي وحيد أهلا بك أخي يوسف أختي فدو شون صحاب أهلا بك أخي يوسف توضل أريد أعلق أخذ ورد اللي قال يكونوا إنساناً وحشياً يدو على كل واحد ويدي كل واحد عليه باللغة الآرامية أخي وحيد ما يقول إيش يقول تاو أخمار برية يعني حمار وحشي إيش يقول وإيش يدو على الجميع ويدي الجميع ما يقول هذا أما بالنسبة إلى الإله المسلم فإله المسلم عنده دا أقرأ هلا يام هايا كواحد إيراني سعيد طوسي كنتم قضائل أخلاقية ولا واحد ما خلاه بالسجن أكوا أبنية عمره 17 سنة كنرقصة بالبيت مالها كنخلوها بالسجن يعني طبيعتهم ولمسي لايك كثيرة على هذا وكن شاكر جدا شكرا لك أخي يوسف شكرا لك يا أخي يوسف تعيش نأخذ جزئية وبعدين نرجع أنا دلوقتي عرضت نصوص من أمهات الكتب الإسلامية حديث صحيحة لا غبار عليها كويس من البخاري ومسلم يعني نعم وكنا قرأنا أن رسول الإسلام كان يحب شوفي يحب ديك نعم موافقة أهل الكتاب فتشبه بيهم في سدل الشعر فأنا عاوز أسمع الحكم من الشيخ المنجد الحكم على من يتشبه بالآخرين غير المسلمين حكم إيه في الإسلام وأنا بهن الشيخ المنجد بصراحة يعني أنت ضربت رسول الإسلام ضربة قاضية فيما كتبت وفيما قلت فخلينا نسمع بعد إذنك بيديو رقم 2 ونرجع تفضل قال لنا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وتوليهم تولي الكفار أنواع من التولي التشبه لأن المسلم إذا تشبه بالكافر قرّت عين الكافر واختلط المسلم بالكافر وزال النقاء الإسلامي للشخصية الإسلامية وما عاد حتى الناظر إلى المسلم يرى فيه سمت الإسلام وشكل الإسلام ولباس الإسلام وأدب الإسلام ما خلاص والمسألة فيها خطورة يعني إذا واحد تشبه بغير المسلمين سيحبهم يحب هديهم يحب دينهم تدريجيا أنا أتهمني في ما قاله الشيخ المنجد الجزئية الأولى التولي منه التشبه يعني التشبه بالكفر تشبه بغير المسلمين ده نوع من أنواع التولي اللي جاء محمد وقرآن محمد والأوعكم اللي يتولاهم هو منهم زيهم فإذا هنا أول جزئية بهني الشيخ المنجد شكرا إنك إنت حكمت على نبيك وعلى رسولك هذا الحكم عاوز بسرعة وقبل أن نخرج من هذه الجزئية أشوف فيديو بسرعة فيديو رقم ثلاثة لأنه مرتبط بالتسريحة بتاعة الشعر بالتولي تعالي فعايز أشوفه بعد إذنه خلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع لذلك بعض الشباب لما يسوي شعره مثل شعر الكفار ويلبس ملابس مثل ملابس الكفار إلى آخره بعدين يجي يقول له يا أخي لا تتشبه بهم لماذا يعني أنت تفعل مثلهم في شعرك وتفعل مثلهم في لباسك وتفعل يقول يعني هذه أشياء ظاهرية ايش رح تفرق نقول لا لا تفرق كثيرا المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابين أنت الآن يا أخي لو شفت واحد في الطريق في الشارع راكب سيارة مثل سيارتك بالضبط نفس النوع والماركة واللون والموديل ايش تحس ما تحس بشي من التقارب نحوه معه شو 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 هذه سيارة من سيارتي وهكذا يكون لو نحن فعلنا مثلهم في لباسهم شاركناهم في هديهم الظاهر في سمتهم ولذلك مخالفتهم من مصلحة ديننا شفت السزاجة كله ماخد من الأصل هذا هو الطرح الإسلامي لو جاء شاب مسرح شعره زي الكفار طيب من ضمن الكفار دول المسيحين واليهود ورسوله شابه الكفار وشابه الوثنيين صحيح يقدر الشيخ يذكر هذه ليه الأحاديث هذه مخفية عن الشباب المسلم ليه أنا ولا مرة سمعت مثلا واحد بيعلم في الجامعة بالمناسبة الرسول كان بيفرق شعره زي الوثنيين وبعدين جاي أحب موافقة أهل الكتاب فسدل رأسه فما في مشكلة لو واحد فيكم حب يزدل رأسه أو حب ييفرق شعره ما سمعت يمكن فيه لكن ما سمعت لأنه أنا ما شفت واحد من اللي بتكلموا عن السنة قال أنا هكون زي الرسول سنة في فرق الشعر نعم فبالتالي هنا الشيخ المنجد حكم على رسول الإسلام بضربات قاضية أنه أنت لما تتشبه بتتأثر بيهم وتبقى زيهم وتحبهم وطبعا المحبة مرفوضة وإن يبقى زيهم مرفوض يبقى إذن هنا إحنا بنشوف أنه بشهادة شيخ الإسلام يحكمون على رسول الإسلام بأنه تشبه بالكفار والتشبه نوع من التولي نعم فإذن هو بكسر قرآنه وده اللي أنا بلفت نظري في الشيخ ما عنده من ربط يعني مثلا أنا دايما بتكلم للأحباء المسيحيين عن اللحمة في آيات الكتاب المقدس صحيح آيات تزكي الأخرى صحيح موضوع يزكي الآخر ففيه يعني كأنه نسيج نعم طيب هو الشيخ وهو بيتكلم عن تسريحة زي الكفار طيب ما واخد باله أنه في الأحاديث اللي هو بيعرفها أنه الرسول شابه الكفار في تسريحة الشعر يعني لا أريد أن أطيل في هذه النقطة أعتقد أصبحت واضحة وأصبح يعني التناقض في الطرح ناهيكة عن السزاجة اللي أنتوا شايفينها بصراحة يعني حدث ولا حرج دي كانت الجزئية اللي حبيت أنا أشير ليها طبعا أنا لفت انتباهي الشيخ المنجد أنه أصلا هو مغطي شعره يعني هو بعد الطرحة اللي هو لابسها يعني في جوة غطاء طيب هو الرسول تشاف شعره هو مسدول وتشاف شعره هو مفروق طب أنت فين شعرك ليه مش لحنا شايفينه مفروق وليحنا شايفينه مسدول فأنت فين سنت الرسول هو أنا هركز هو طبعا يعني جزئية ظريفة بس أنا هركز على مسدول هو لما مسدول كان ظهر من تحت الغطاء شفناه على الجبهة صحيح لكن تحدى ويكون مفروق ولو مفروق ليه ما بتظاهره سيبك من الشيخ فين المسلم اللي بيفرك شعره من النص النهاردة وبينزله على الجانبين كده نعم وبيشابه الرسول ما هو المسلمين هنقول مش عارفين أي حاجة في كتبهم أنت ده شيخ طالعك بيتكلم في الموضوع طب أنت بتتكلم في الموضوع وانت مخالي في الموضوع عصلا مخالي في السنة يعني شعرك مش موجود أصلا ممش موجود إلا إذا كان يعني ما فيه شعر خاص طيب خلينا أسألك سيبك طيب لو فيه شاب مسلم أحب أن يفرك شعره هل هيسيبه الشيخ المنجد أكيد لا هيقول له ولدي تسريحة كفار هيقول له دي تسريحة كفار أنت كده بتشابه مش بس الكفار أنت تشابه النساء معنى لا علاقة لفرق الشعر لا بنساء ولا برجال صحيح ولا بتاريخ معي أنت تسريحة شعر يا ناس ما ليه علاقة بالدين ما ليه علاقة بالدين يعني أنت إلا لو أنت مثلا يعني بتحاول أنك أنت تحفظ الناس مش من أهل الكتاب ولا من الوسنيين لكن علشان تحفظهم من أمور تانية فيها قيم أخلاقية أو تعليمية أوكي ممكن مقبول نعم إنما أنت جاي بس تناقد بس تناقد دول خالفوهم نعم طيب أنت شابهتهم لي عايز أدخل لي لو ما في أي شيء تخلينا أخذ بعد إذنك وبعدين نرجع نكمل نأخذ زيتوني من أكيد من تونس يعني أهلا بك أخ زيتوني تفضل أهلا بك أخ زيتوني أهلا بك أخ زيتوني وبيك عايش بله يا أخ وحيد المطلوب منك أولا أنا أرى أتبعك أنت ورشيد وكل مثل أنكم مسيحيون دائما تستشد عندما تستشد بالمسيحية تستشد من الكتاب المقدس وأنا تعجب معناتها أتعجب أنت تكلمت الآن خمسة وعشرة أحاديث ولكن أنا ماذا أقول أنا أستشد من قرآني أنت عندك كتاب مقدس اسمه عهد قديم وعهد جديد وأنا لأعني عندي قرآن ماذا أقول قرآن نظرت هذه الأحاديث أنا كمسلم ماذا يقول يقول الله تعالى في كتابنا العظيم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أولا ثانيا يقول وإنك لعلى خلق عظيم والذي يكون على خلق عظيم وهذا هو قرآننا ما نقبل هذه الأحاديث بأمر رسول أنت تكلمت عن فرشاد نعم إن كان الرسول حيا اليوم كان يستعمل الفرشاد ولكن في ذلك الوقت كان العود لإراك فهو يستعمل ذلك العود وكان الرسول في مكانك كما أنت أراك على الشاشة الآن لو كنت لابس هذه الكثة الكوستيوم بالفرانسية لكان الرسول ممكن كان يلبس مثلك أخ وحيد ويفعل شعر الشماء تفعل الآن أنا سمعتك ممكن أحورك شوي أخذ زيتوني تفاضل أخ وحيد ما معنى وإنه على خلق عظيم ما هو الخلق الخلق أنه كان على خلق عظيم أي أنه كان لا يوجع إنسان ولا يتعبى على إنسان فهذا هو الرسول محمد كان على خلق عظيم ومعنى عظيم أن الله عظيم وهو على خلق عظيم فالرسول كان لا يتعد على إنسان أو يقتل كما تقولون لو سمعت يا سواني يا أخذ زيتوني أنا دلوقتي ما قطعتك أنا سبتك بس إحنا لازم نتكلم مع بعض أنت دلوقتي لخصت كلمة الخلق في أنه لا يعتدي على إنسان صح؟ على أي إنسان على أي إنسان أنت لخصت الخلق فإنه لا يعتدي على أي إنسان صح؟ نعم وأنا طبعا سأرجع لك لجزئة الحديث سأعلق على في الآخر طيب ما رأيك في قرآن محمد حينما يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله نعم هل دول بشر ولا لا؟ هل تريد أن أجاوك تفضل أنا بحورك قاتل الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون مع هذه سورة التوبة سورة التوبة أنا عارفة وأنت عارفة أنا عايز الجزئية الأولى تكفي قاتل الذين لا يؤمنون بالله أنت مالكوا مالهم مؤمنين ولا مش مؤمنين بيتقاتلهم ليه أليس هذا اعتداء ينسف فكرتك عن الخلق العظيم هذا الكلام يا أخي وحيد سورة التوبة قل صوت أولا القتل في الإسلام وليس قاعدة يا أخي وحيد كنت أريد أن أقول هذه القاعدة أنا أريد أن تعلق لي على هذا النص القرآن في قرآن محمد أنت مش عاوز أحاديث انساها جانبا يتكلم عن هذا النص هل تريد أن أتكلم هناك قاعدة في القتل هل تريد أن وضع هذه القاعدة يتفضل يقوم في سورة البقرة وهذه أول آية في القتل أول آية تنزل في القتل وأنت ممكن أن تقرأ سورة البقرة من أول حتى أن هذه الآية يتكلم على بنو إسرائيل المعتدين لا الإسرائيلي الذي هو ما يعتقد يعني ما الذي يقول القرآن نعم يقرأ النص يقرأ النص من البقرة يقرأ النص يقول الله تعالى في كتابنا العظيم وقاتلوا لا يفت اقتلوا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا لا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين طبعا بعد هذه الآية هناك آية أو ثلاثة وتجد ماذا يقول يقول فما نعتدى عليكم فما نعتدى فاعتدوا عليه بمثل بمثل ما نعتدى عليكم أي أن الأخ وحيد الآن يعتدين علي فكريا أي أن نحن نتحاول طيب جميل جميل أنت دلوقتي ذكرت نصوص من سورة البقرة التي كانت أول سورة بعد دخول الرسول في المدينة نعم إلى الآن لم ترد علي على سورة 112 سورة التوبة وفيها الرسول ينسخ كلام كثير ويغير آراءه سواء أنا لم أتكلم أنا لم أتكلم لا عندك نصف القرآن صراحة أن يتكلم عن النسخ وما ننسخ من آية أو ننسها إلا ونأتي بخير منها أو مثلها خليك من الجزئية سواني بس أنا أدينك تتكلم يا رجل أنا أخذ الفرصة عشر سواني وبرجع لك الفرصة استناني فدلوقتي أنت عندك بتتكلم عن بدايات رسول الإسلام في المدينة لم تعلق لي تحديدا عن قاتل الذين لا يؤمنون بالله وهي سورة التوبة سورة براءة براءة اسمها كذا براءة من الكفار والمشركين اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حضرتك بتقول في التوبة بيقول قاتلوا طيب عندك في التوبة خمسة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تابوا يعني بيقوا مسلمين فإنت دلوقت لخصت الأخلاق العظيمة في أنه لا تعتدي أنا كنت عايزة أعرف ما معنى الأخلاق عندك يعني طيب عندك الرسول دلوقت بيقول لك اعتدي على الذين لا يؤمنون بالله قاتلوهم عايزة فهم النص هذا أنت كزيتوني كيف تفهمه هذا النص أخوحين هذا النص في حالة الحرب عندما نكون في حرب قاتل وقاتلوهم محصرون يتكلم عن الحرب هذا في حالة حرب سواني ملاحظة يا أخ زيتوني سواني ملاحظة يا أخ زيتوني أنا كم مرة بسألك والمشاهد متابع كم مرة بسألك لو سمحت كيف تفهم قاتلو الذين لا يؤمنون وخلي بالك السبب لا يؤمنون انطلاق الرسول للإسلام لا يؤمنون واغرأت يعني التفسير في هذا الأمر كثير جدا جاوبني عن هذا النص القرآني قاتلو الذين لا يؤمنون هم معقدون على الرسول لم يقل الرسول واجب علي بس يا زيتوني بس يا زيتوني 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 حبيبي انت رجل تونسي جاء المسلمون يحاربون أهلك وشعبك عشان انت رحت اعتديت عليهم ولا أتوا إلى بلدك وقاتلوا أهلك وسبوا نساءك قطع الأخ زيتوني ربما انقطع عند الأخ زيتوني من تونس تسمعني لم يذهب التونسيون لكان الشعب في شمال أفريقيا قديما ويحارب محمد أو الصحابة جاءوا كما دخلوا إلى مصر وإلى غير مصر وانتقلوا إلى شمال أفريقيا وحاربوا شعبك وأهلك وناسك بالدفع عن مين انت؟ فإذا حينما تلخص الأخلاق في عدم الاعتداء فانت يعني الإسلام هو قائم على الاعتداء ألم يرسل رسول الإسلام رسائل إلى مدن كثيرة سلموا وتسلموا ألم يرسلها إلى مصر ألم يرسلها إلى اليمن ألم يرسلها إلى مناطق كثيرة حول أسلموا وتسلموا أليس هذا اعتداء وتهديد لشعوب آمنة قاتلوا الذين لا يؤمنون هنا الانطلاق والإيمان بس لن ما يؤمنوا بمحمد فقط هؤلاء تقاتلهم ولاحظ النص بعد كذا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ده أنت بتحارب العالم كله لأنه عندك هنا الذين لا يؤمنون بالله دول كل الملحدين والربما الوسنيين وبعد كذا لا يدين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر برضو ولا يؤمنون بالله ورسوله طب أنا لا أؤمن برسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أنا لا أحل الأشياء أحلها رسول الإسلام زي نكاح المتعة والمسيار وأربع نساء هذا بالنسبة لي زنة لا أحلل تقاتلني لأن أنا أحرم أشياء حلها رسول الإسلام والعكس بعدين إلى أن يعطوا الجزء عن يدين وهم صاغرون ودول اعتداء ما أكثر الاعتداء هو الإسلام بص المسلم إن لم يكن شجاع ويواجه عقيد تقول نعم هذه عقيدتي وأنا أؤمن بها هي كذا لكن إنك تحرف فيها وتحاول تتملص وتطلع منها غلط أأتيك إلى الحديث حضرتك ذكرت ليه قال لي إنه لا القرآن إحنا عندنا أنت ما ذكرت من القرآن ولا شيء ده الأخ زيتوني لأنه ترك الإسلام مع احترام ليه يختار زي ما هو عايز وأصبح أحمدي اتبع الملة الأحمدية ممتاز براحتك الملة الأحمدية ليس فيها ما عند السنة والشيعة من أحاديث عند السنة اللهم يمسلون الأغلبية الساحقة عندهم الحديث ده شيء مقدس فطبيعي إننا أتناول الحديث اللي هو سنة إلى اليوم طرع الشيخ قدامك بتكلم عنها إن لم تكن في القرآن من أين أتى الشيخ بهذا الكلام هذا التشبه في الملبس وفي تسريحة الشعر من فين جابوا لأن هذه أمور يعيشها المسلم إلى اليوم فخلي عنديكم الشجاعة وواجهوا أنفسكم طب أنا عايزة بس أرجع لحتى معلش للأخ زيتوني في موضوع القتال ده هو محمد كان 13 سنة في مكة أنا ما بعرف إذا يخترعوا الأحمدية أمور تانية طبعا الواحد ما بيعرف لكن ده اللي بنفهمه 13 سنة في مكة ما في يهودي راح أعتدى على محمد ولا في أهل الكتاب دول المفروض النصارى واليهود النصارى المسيحيين ما بيرفعوش لا سلاح ولا بيرفعوا يده ولا بيرفعوا أي حاجة على أي حد بسبب الدين بسبب الدين عقيدتنا طيب أنت 13 سنة في مكة ما في يهودي جاء أعتدى عليك من المدينة راح مكة عشان يعتدي عليك أنت اللي رحت المدينة صح وابتدت الحروب وابتدت الغزوات وفي النهاية أجل اليهود وانتهى منهم صحح طيب فين فين اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليهم فين قاتلوهم ده اللي هم بيعتدوا اللي هم بيقاتلوا فين ده لا المنظومة دي دي منظومة الضعف وقالها أبو بكر ما ده زمان لما كان في الإسلام ضعيف وربما أنا لا حتى أكون دقيق ربما لم يكن أبو بكر يعني من قال أنه لا لما كنا كان الإسلام ضعيف ولكن حينما وضعت أعناق الآخرين تحت يدنا خلاص ما عاد هناك أحد يتكلم عن مؤلفة قلوبهم قلوبهم في سورة التوبة أعتقد 60 حسن ما أتذكر ده كان زمان جاينت يتكلموا دلوقتي عن تأليف القلوب ده لما كان الإسلام ضعيف فهو ودي مشكلة المسلم لما يحب يفهم دينه بيقع في مشكلة يا ترى أقاتل أهل الكتاب ولا دول حلوين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دول في أي وحدة هل هم إلى يوم القيامة ما فيش خوف عليهم ولا دول كفر الذين قالوا إن الله سادس ثلاثة نعم هو عبارة عن الدكان كده مش عارف الكل بيفهم كلمة الدكان روح اشتري اللي انت عايزه كله موجود نعم ممكن تديني فرصة أخذ جزئية بس وهي هذا العنوان مفاجأة رقم واحد الشيخ المنجد يحلل نفسية محمد طبعا هو مش قصد يحلل نفسية محمد لكن هو حلل نفسية اللي بتشبه بالكفار فماذا قال هذه السؤال والجواب وهو البشري في العام الشيخ محمد صالح المنجد وكان لماذا حرم الإسلام تشبه المسلمين بالكفار ده كان السؤال فكانت الإجابة الساحقة يعني للشيخ التشبه بالغير حالة تطرع على النفس البشرية تدل على عظم محبة المتشبه لمن تشبه به وهي في كثير من أحيانها ظاهرة غير صحية فالرسول كان يعيش حالة وظاهرة غير صحية تدل على عظم محبته لليهود ده كلام الشيخ وانا حطيته لأنه هو أسقط رسوله هو الشيخ أسقط رسوله تماما من كل الاعتبارات اللي هم قاعدين يفخموا فيها يبلعون للرسول أخطاءه لكن لو عمل شاب لا يفوتون هذا الأمر في نفس الإجابة يقول وحرمها رسول الرسول تحريما قاطعا فقال من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبو داود طيب الرسول تشبه باليهود في فرق الشعر وتسريحة الشعر في تسريحة الشعر هو منهم يبقى ثم يقول إن تشبه المسلم بالكافر إن أن تشبه المسلم بالكافر يدل على تفضيل المسلم لهيئة الكافر على هيئة نفسه شفت التحليل النفسي نعم ففضل الرسول هيئة اليهود على هيئة نفسه ثم فضل هيئة الوسني على هيئة نفسه نعم فقام بتسريحة الشعر العمل يكمل وهذا قد يكون فيه شيء من الاعتراض على شرع الله تعالى ومشيئته لا لازم يكبر المواضيع طبعا المسلم إذا تشبه بالكافر فإنه يعلن أن هيئة الكافر خير له من الهيئة التي أكرمه الله بها وأمره أن يكون عليها هيئة التسريحة هذه هيئة الملابس هيئة خلق الله عليها للشخص يعني رجل يؤلف وما عنده أنا ما شايف أنه هو عليه العيب يعني العيب على الناس اللي بتسمع وبتصدق ولا بينقشوا الشيخ ولا بيقولوله أنت بتقول فيه يا شيخ ثم يقول التشبه بالغير دليل على واحد ده كله على الرسول الضعف النفسي تشبه باليهود والوسنيين في تسريحة الشعر والهزيمة النفسية أكارث والشريعة لا تقبل من المسلمين أن يعلنوا تلك الهزيمة بصد كذا حتى وإن كانت واقعا الشرع يقول لك حتى الهزيمة لو واقعا خليك كذب كذا لا تعلنها ما تتكلم عنها حتى وإن كانت إيه حتى وإن كانت واقعا تسمحي لي أخذ بسرعة جزئية أخرى أخذ بسرعة المفاجأة رقم 2 حكم الرسول على نفسه ودي حتة بس هاخذ فيها سبع دقائق لو سمحتي لي حكم الرسول على نفسه بقى الرسول قال إيه في اللي بيعمل زي الناس في التسريحة واللبس إلى آخره حديث عبد الله بن عباس الألباني صحيح الجامع خلاصة حكم المحدث حسن أنا عشان الوقت هاختصر يعني المراجع ليس منا من عمل بسنة غيرنا دا مش منا إذن إنت لم تكن من المسلمين أكثر من نصف مدة بعستك يعني هل دا يعني كنت تعمل بسنة اليهود إخوة القرد والخنازير ولا نفهم أزاي يعني ليه كنت بتفرق زيهم حديث نعم بيسدق صح شكرا راوي عبد الله بن عمر بن حبان في بلوغ المرام أنا حسب لكم المراجع هو قدامكم راجعوها والألباني في صحيح الجامع يقول من تشبه بقوم فهو منهم بعض الشيوخ بحاولوا يتملصوا من هذا الحديث إنه دا ضعيف ولا دا لا هو مش ضعيف حديث صحيح قاله الرسول في مناسبات عدة أقول لك بعض منها كمان هذه كل المراجع عندك ابن حبان صحيح العراقي تخريج الإحياء صحيح كشف القناع صحيح محمد عبد الوهاب صحيح ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع وفي غاية المرام تخريج مشكات المصابيح وأصل صفة الصلاة وصحيح أبي داود وإرواء الغليل ما بين صحيح وحسن كمان ابن حاجر العسقلاني والصيوتي ومحمد جار الله الصعدي وابن باز كلهم دول بيتكلموا عن الحديث صحيح اللي أنا حقوله طبعا وأيضا بن باز في مجموع فتاوى ابن باز صحيح سابت حسن جيد وبن عثيمين بيقول جيد وثابت والمحدث بن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول جيد إيه الحديث من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ آخر ليس منا من تشبه بغيرنا الحديث صحيح أديك لفظ آخر للحديث أدي كل المراجع قدامكم الزهبي والألباني وبن باز بوعسته بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له الكلام لزيتوني الراجل ده بوعس بالسيف يعني أي مسلم مفروض يخجل لما يتكلم يقول لك الدين سماحة ودين سلام ودين قربوا يقولون دين محبة ده ناقص حتى يعبد الله وحده لا شريك له ما لك دخل كل إنسان يعبد زي ما هو عايز جاي بالسيف ليه أنت تخلي الناس يرجعوا لإلهك بالسيف هذا الإله ضعيف ضعيف جدا وجعل رزقي تحت ظل رمحي رزقه كل المراجع اللي أنا ذكرت ده الحديث طب ده معلش ده بلطجي ولا رسول رزقه رزقه تحت ظل رمحه ده ده رسول وعمل كده بالمناسبة يعني هو عاش كده عاش بالغزوات وعاش من خير الغزوات والغنايم والسبداء ده حياته يعني كانت كده وجاء الصحابة من بعده عاشوا نفس العيشة يعني الخلفاء الراشدين ما يقال أنهم راشدين وجعل الذل والصغار على من خالف أمري يعني الذل والصغار على اللي خالف أمر الرسول تخيل إنسان عايز تحكم في البشرية ثم يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم ده هذا الحديث عار لوحده أنه يكون شخص بيقول أنا رسول يقول ده صفتي أنا وعايز أثبت أن هذا الحديث تحديدا صحيح من نفس لسان الشيخ المنجد علشان ما في حد يطلع يتكلم تاني على الحديث خلينا نشوف فيديو رقم أربعة كله اتناشر ثانية ونرجع مرة أخرى لذلك جاء وعيد شديد من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا رواه التربدي يعني إذن الحديث سليم الشيخ بيستشهد بي وبيستشهد أنه حديث صحيح والشيخ غالبا يعني حسب ما أنا أفهم هو السلفي يعني يتبع السلف الصالح بس أنا عاوز يعني الشيخ المنجد مرة كده يعني هو بيسمع الحلقات يطلع فارق شعره ولو فرقت شعرك يا شيخ المنجد يعني دا اعتبره كده يعني زي ما بحب كلمة تحدي يعني لكن أنا يعني هحفف شاربي على الآخر هخلي بس حتة صغيرة كده عشان يقوم مرة تانية لكن أتحداك تطلع وانت زي الرسول فارق شعرك من النص كده جايبه على الناحيتين سنة ولا هي السنة انتقائية طيب تفضل يدي كانت جزئية حبيتها وثق بيها الحديث خلينا نكمل طيب بالكفار هي واضحة للعيان لكل مسلم بحيث انه مثلا الرسول كان بيركب على بغلة عنده بغلة بيركب عليها مين الشيخ النهاردة بيركب على بغلة؟ لا طبعا ما في مشكلة المرسيدس والعربيات الآخر صيحة يعني طبعا والعربيات الفارهة الغالية ما مشكلة بيركب زي ما انت عايز بس فين السنة ليه الشيخ من مثلا ستين سنة كانوا بيركبوا حمار وبغلة علشان ده وضع زمانهم يبقى القضية هي قضية الزمن يحكم على الشكل انتو لسه العقول مش عارفة تنفصل عن هذه الثقافة البدوية العربية عفوا لانه البدو من كل الأجناس هذه الحضارة العربية القديمة ما انتو شوفوا العرب دلوقتي في الخليج هل في واحد فين بيركب حمر؟ طب ما الذي غلب على المجتمعات اليوم؟ هو الشكل العام للحضارة الموجودة صحيح طيب اذا انت ليه انتقائي هنا؟ طيب ممكن واحد يقول لي بصد عشان الشكل العام طيب ياخش الشكل العام في العالم الفرشة ومش السواك ليه دي خدتها؟ ليه دي خدتها؟ وما خدتش البغلة والحمار لانه انت عارف دي يعني انت عاوز ترتاح خلينا اخد السواك لكن البغلة مش وقته خلاص حكم عليها الزمن فهي دي الانتقائية نعم امور كثيرة جدا الرسول مثلا لما كان يقضي حاجته كان يستخدم حجارة مثلا نعم طيب كم مسلم النهاردة بيستخدم الحجارة؟ لا زيو لا فيه فيه بيكفلوا التولدات في مصر بالحجارة يعني اكثر من شخص مسلم حكا للموضوع دي يعني بتتكلم جد؟ صدقيني زي ما بقول لك احيانا فيه مسلمين بيحبوا يستخدموا الحجارة يعني والبعض بيقول ان لم يوجد ماء يمكن استخدام الحجارة طيب كام بقى انتو كام عددكم اللي بتعملوا كذا؟ انت قلت صفر نعم خلينا نقول واحد يعني زيرو فاصل واحد من المسلمين طيب والبقية دي من السنة برضو كان بيعملها احيانا للرسول فإذن فيه اشياء كثيرة هما انتقائيين فيها ينتقوا ما يريدون ويعملوا والباقي هما مش عايزين يعملوا عايز ااخد جزئية اخرى انا بعتبرها نكتة يعني بص المسلم ده تم حصاره انا ذكرت الكلام ده قبل كذا تم حصاره بفكرة انه عنده قرين من الجن فالقرين ده داخل معاه وطالع معاه وبياكل معاه لعشان كذا لازم يسمي طيب والتولد له داخل لازم عنده قراءة معينة يعني دعاء معين نعم وإلا دخل معه القرين والشيطان وعمل اشياء معينة حتى في الجماع مع زوجته في دعاء معين لازم يقولوا وإلا شاركوا أيضا في الجماع كويس عشان كذا أقول لك ده معجون بميط عفريد ده طبعا ده مش كلامي يعني لكن انا اعتبرت ما سأقدم الآن هو نكتة يعني هذا القرين وهذا الشيطان طارد المسلمين إلى هذه النكتة صحيح صحيح والنكتة دي هتشوفها في فيديو اللي هو الرقم خمسة ولكم أن تتخيلوا إلى أي مدى المشابهة وصلت إلى هذا الجنون يعني مش تسريحة شعر مش ملابس لون شعر أصفر وأحمر لا إلى حد الجنون فخلينا نشوف فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخرى جاء في الحديث أن هذا وطأت الشيطان بمعنى الشيطان يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الشيطان في هذه المسألة معلش أكيد المشاهدين ما خلوش بالهم كويس فأنا حطلب من المخرج مشكورا يعني جهز للفيديو دتان عشان حايده خلتي بالك شوية وطأت الشيطان وما يشابهش الشيطان ما يشابهش الشيطان ليه؟ قال للشيخ أنه يعني الرسول أعلمهم أن الشيطان لما يجلس الشيطان لما يجلس يجلس جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس فما يشابهش الشيطان؟ فأنت يا مسلم ما تعمل كده يا تجلس في الظل يا تجلس في الشمس علشان لا تشابه الشيطان طيب أنت عارفة ده يعني سفر بعقلية الإنسان إلى مسافات بعيدة جدا خارج إطار كوكبنا الأرضي صدقيني زي ما بقول لك هذا سفر بعقلية الإنسان إلى مسافات بعيدة جدا 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 عارفين أنا تعليقي اللي كتبته في النوتس بتاعتي أنا كاتب نكتة نكتة هذا يعني نكتة فبس أنا عاوز نعيد الفيديو مرة أخرى والمشاهد أنت شوف يعني واسمع الكلام ده جاء في الحديث أن هذا وطأة الشيطان بمعنى الشيطان يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الشيطان في هذه المسألة طيب خليني أسأل هو فيه بني آدم عاقل بيجلس نصف الظل ونصف الشمس يمكن محمد كان بيعمل كده مما بقينا مش عارفين إحنا كان بيحصل إيه عند العرب يعني أنا عن نفسي يعني يعني كل هذه السنوات اللي أنا عشتها بشوف الواحد ياب في البرد بيروح يقعد في الشمس صحيح عشان يدفه صحيح أو في الشمس الحارق يشوف الظل شجرة ولا الظل حيطة صحيح إنما شخص يقصد يعني إنه يقعد شوية في الشمس جزء من جسمه وجزء من جسمه في الظل ما سأضفني هذا الشخص فإن كان يعني حصلت في عصر رسول الإسلام لدرجة أنه بيقولهم لا تتشبه بالشيطان نعم والسؤال الثاني أنت شفت الشيطان يعني رسول الإسلام أنت شفت الشيطان جالس جزء منه في الظل نعم طيب خلينا أسأل هو الشيطان مصنوع من إيه مفروض من النار إسلاميا إحنا عندنا روح هو والصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار صحيح عندنا هو من لهيب نار طيب وإسلاميا لمن رفض يسجد لآدم خلقتني من نار وخلقته من طيين طيب هو النار ده هتأثر فيه الشمس فليه الشيطان بيعمل كده يعني يقعد نصه في الشمس ونصه في طب هو الشيطان ده عنده جسم أنت شفته مرئي كده يعني غريبة يعني أنك أنت بتشوف شياطين بتقول لهم بصوا خلوا بالكم الشيطان أنا شفته بيقعد جزء في الظل وجزء في الشمس فأنتم ما تعملوش كده ما تتشبهوش بي فإذن قضية التشبه قضية فيها نوع من الهلع والتكبير لدرجة أنه أصبحت تشغل تشغل المسلم وتشغل الشيخ يعني الشيخ وسيم تارك كل حاجة وجاي يتكلم عن ما تتشبه بالشيطان لأنه الشيطان بيجلس في الظل وفي الله يا أخي علم المسلمين قضية أخلاقية علم المسلمين يحترم الآخرين علم المسلمين يعني حقول لك محبة ممنوعة في القرآن لكن على الأقل يقبل الآخرين علموا المسلمين كده لأنه مسبة الكراهية اللي أنتو بثيتوها في المسلمين تجاه الآخرين أصبحت عالية جدا لدرجة أنه ابتدى الواحد لما أنا حبيت في الأيام الأخيرة أصنف الإسلام أنا ذكرت كده من شوية الإسلام يساوي تعلم الكراهية تعلم إزاي تكره دلوقتي لما مسلم يقرأ هذه الأحاديث هذه الأحاديث اللي بتتكلم عن العدم التشبه ليه أنت بتخلي الناس تكره الناس كده يا أخي أنا عندي في الكتاب المقدس حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين حسنة نعم هي الغيرة في الحسنة يعني أنا لو لقيت بوزي بيعمل أعمال جيدة أعمال كويسة عامل قميص من القطن بيستدفئ به في الشتاء بيقول للكتاب ما عندكش مشكلة لو أنت غيرت من مش بس حتى في أعماله في الحسنة أي شيء حسن أي شيء جيد أي شيء مناسب للقيمة الأخلاقية والإنسانية حتى لو من مسلم ما عندكش مانع أقتدي به في الحتة دي في الجزئية دي إيه المشكلة هل لما أنا أشوف واحد مسلم بيعمل شيء جيد وأنا أعمل بيجيت مسلم يعني بس أنت ذاتك فكر فيها كده مسلم عمل عمل جيد وأنا بصيت أنا غرت من هذا العمل الجيد قلت واو ده عمل جيد خلينا أتعلم ده وعملته هل بيجيت أنا مسلم طبعا دي سزاجة مش كده فإزاي رسول الإسلام يقول لك من تشبه بقوم فهو منهم إزاي يعني تيجي إزاي إزاي بس عشان تشبه بيجي منهم بيجي زيهم وهو عمل كده فكسر كلامه وكسر نصوصه وكسر ما في حد بصراحة كسر دينه أكسر من رسول الإسلام ما جاء به من تشريع كسره فكي لكي يخرجوا الشيوخ من هذا المأذق سموا لنا شيء خاص اسمه خصائص الرسول دي سموا خصائص والخصائص فيها أشياء لو قام بها مسلم يجرم بينما إن قام بها الرسول لا مشكلة سمتها خصائص معنا أخطأ طيب خليني بعد إذنك أخذ مداخلة جرجس من أمريكا ألو أخ جرجس سلام يا أختصاد وسلام يا أخو أهلا بيك ربنا يبارككم يا رب الحق عليكم ويمجد المسيح من خلالكم يا رب الحق عليكم يا أخط أنا بس عايز أقول إن هم بحاول يتشبهوا بالرسول بأشياء كثيرة وأشياء كثيرة عملها الرسول ما عملوه هاش ولما يقول لهم طب ليه يقول لك هذه خاصية 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 مفروض تكون في القدوة يعني جاوز أكتر من الأربعة وخارك المنت أربعة دول من اليهود صحيح ومن يعقوب وحاجات كثيرة عملها حاطئة المالك فصل للمحبة دخل للراديو في التوادية وبيأخذوا أي شؤون أولاد ضد الإسلام فأمر بسحب السيارات منهم اللي كانوا بيين بيها فلما رحوا لقلهم طب السيارات ما كانش فعط الرسول وانا سمعت دعا يا شيخ علي جمعة إسرائيل عايدة تبعد مركبة فضائية ما بتفكرش في الكلام اللي قالوا الرسول بتاعكم عن شكر الغلق والكلام الخرافات اللي بتظهر من بي فأنتوا بتنتقوا الحاجات وترفضوا حاجات وده شيء يعني غريب يعني طب الراجل بيقول كلام خرافات أشكرك شكرا شكرا يا خدير جس يا حبيبي ويحب الظالي شكرا لك يا خدير جس ربي باركك مداخلة اللي خدير جس في الصميم رائعة جدا إنه مالك فيصل لما ده عاوز دخل الراد ولا لا ده كفر ده ما مشابهة هل الكفار رح نجيب كوان ناس تسمع راد طب هده رح سحب السيارات منهم نعم ليس حتى السيارات ده مش في الإسلام السيارات فطبعا نزلوا خلاص خلاص رجع السيارات فرجع لهم رتعرف القرآن نفسه كانت مشكلة كبيرة في طبعاته لأن حرف القرآن لا يضرب وكانت طبعا بالمكنة وكانت عملت فيها بحوث ومجامع كيف احنا هنخلي القرآن يعني يضرب الحرف يعني هو بينسخ إنما يضرب بمكنة ده كارسة وعملوا فيها يعني برضو صوالات وجوالات يعني وفي الآخر اتفقوا أن الكفار يطبعون القرآن وطبعا الكفار القرآن وطبعا أيديهم منجسة وهم نجس أصلا لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة يغنيكم الله سورة التوبة 28 إنما المشركون نجس وبالتالي لا مشكلة أنه بنشوف هذا التناقض الرهيب في التشبه ولا تتشبه خالفوهم بس في أشياء ما يقدروا يخالفوا في أهل الكتاب أهل الحضارة أهل العلم أهل كل زمان بصراحة أهل كل زمان منذ فجر التاريخ وأهل الكتاب هم أهل كل زمان لهم ما قدموه لخير هذه البشرية فبالتالي كختام في كلمتين أقول يعني التشبه ليس له علاقة بالدين إلا إذا خطص بأشياء دينية غير كده ده كل مجرد كلام فاضي نعم نعم أشكرك شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وهنشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة